قبل ما ننسى وقبل ما نتخطى خطواتنا خطوة واحدة أنا عاوز بس أقول ما قاله أو البيان الذي قاله السيد أو معالي الوزير الأستاذ الدكتور مختار جمعة بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوبنا دائما ذكرى تحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء سيناء الأرض المباركة أرض الفيروز الأرض التي سمعت الحديث أو الكلام الذي كلم الله به سيدنا موسى عليه السلام الأرض الذي رأت تجليات سبحات نور وجه الله الأرض التي مر عليها النبيون الأرض الذي مر عليها الأبرار والصالحون والأولياء المقربون الأرض التي شهدت البطولات وشهدت الانتصارات الأرض التي شهدت الخيرات الأرض التي رويت بدماء المئات الآلاف من شهداء هذا الوطن كل حبة رمل في سيناء تحكي قصة شهيد ضحى بحياته من أجل حماية هذه الأرض ومن أجل حماية هذا العرض ولذلك هذه الاحتفالية التي أمر ونظمها وقادها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة تعلن للناس جميعا وتعلن لأهل الأرض جميعا أن مصر لن تفرد في حبة سيناء وأن مصر لا تملك أصلا التفريد في حبة رمل من سيناء لأنها ملك لكل قطرة دم لشهيد ضحى بحياته وحرم منه أهله من أجل أن تبقى هذه الرملة الحبة الرمل هذه في سيناء حرة مستقلة أبية وعصية على الانقياد لغير الله تبارك وتعالى الحياة 42 سنة مروا على هذا الحدث الجلل ومصر في كل عام تتذكر هؤلاء الشهداء بالترحم وبالاحترام وبالتوقير غفر الله لهم وحفظ الله من عاش منهم كلمة السيد الوزير يقول أثمن عاليا كلمة السيد الرئيس عن سيناء ونؤكد مواقف سيادته الثابتة تجاه سيناء موضع تقدير كل مصري بل موضع تقدير كل شرفاء العالم والحقيقة الكلام الذي قاله معالي الوزير نحن أيضا نثمن عليه ونقول نحن نلتف حول قيادتنا ونثمن هذه الكلمة الثمينة وهذه الرؤية الطيبة المباركة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقوله كل سنة وانت طيب وحفظك الله لمصرنا دائما وأبدا يا رب العالمين بمناسبة السيناء في حاجتين اتنين عاوز أقولهم بالمناسبة دي بمناسبة وزارة أقاف وبمناسبة سيناء بمناسبة وزارة أقاف طبعا أنا عاوز أقول لكم قوافل تلو القوافل للحوم تصل إلى أهلنا في غزة بفضل الله تبارك وتعالى وحجدد الدعوة بتاعتي خلي الأضاحي السنة دي في غزة تعالوا نعملها كده ايه دعوة نتبنى هذه الدعوة جميعنا معلش احنا نمسك نفسينا من أكل اللحوم علشان ننقذ إخوانا في غزة في هذه الأيام العصيبة التي يمرون به وعن طريق وزارة الأوقاف كم قافلة دلوقتي فضلت الإبان يعني الحمد لله يعني من أراد أن يعلم فليتابع صفحة معالي الوزير فإنها يعني ملأة بالأخبار عندنا تم إرسال 13 قافلة ورقم 14 يوم الاتنين الجاي 40 طن من السلع الغزائي 40 طن 40 طن ده بس الاتنين القادم لكن يعني القوافل يعني استمر أكثر من 500 طن ما بين لحوم وما بين سلع غزائية وما بين يعني مبالغ مالية وغيرها بالملايين لأهلنا في غزة فيعني القوافل مستمر زي ما سعدتك قلت وبمناسبة تحرير سيناء وبنجدد التحية زي ما سعدتك قلت لي سيادة الرئيس ولمصر كلها حكومة وشعبا كافحة من أجل استقلاله ومن أجل تحرير أرضه ووطنه